سير وأقوال جود المعطي وعفة السائل قال إبراهيم الحربي كنا عند عبيد الله بن عائشة في مسجده إذ طرقه سائل فسأله شيئا فلم يكن معه ما يعطيه فدفع إليه خاتمه فلما أن ول السائل دعاه فقال له لا تظن أني دعوتك ضنة مني بما أعطيتك إن هذا الفص شراؤه علي خمسمائة دينار فانظر كيف تخرجه فضرب السائل بيده إلى الخاتم فكسره ورمى بالفص إليه وقال بارك الله لك في فصك هذه الفضة تكفيني لقوتي وقوتي عيالي اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر